أكد صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حماد الخليفة وليو العهد نايب القاعدة الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن استلهام قيم التسامح والتراحم والانفتاح الحضاري من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ركن أصيل في المسيرة الوطنية المباركة بقيلة حضرة صاحب الجلالة الملك حماد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى وقال سموه إن هذه القيم تتجسد جليا في روح المثاق العامة للوطني ودستور المملكة كضمان للحقوق والحريات للجميع في مملكة البحرين وحال التعددية وحرية الأديان جذلك لدى زيارة سموه مع صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارز إلى مركز أحمد الفاتحة الإسلامية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حماد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير خارجية وذلك في إطار زيارة السموه إلى المملكة المتزامنة مع احتفاظ البلدين الصديقين بذكر مرور أكثر من مئتي عام على العلاقات التاريخية الثنائية وقال سموه إن هذه القيمة النبيلة تؤطر جميع جهود التنمية والتطور في المملكة إذ يعمل أبناء المملكة جميعا بتكاتف ومسؤولية وطنية جماعية لتحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية تجمعهم الهوية الوطنية البحرينية الجامعة لتحفز رفعياتهم للعمل من أجل الوطن وضعين نصف الأعيون الحفاظ على الويام والاستقرار هذا وعرب سموه عن التقدير للدور الحيوي لحكومة المملكة المتحدة في دعم جهود مملكة البحرين في مختلف المجالات في ضوء تواصل مسيرة التنمية الوطنية الشاملة مكدا معالية على همية النردود الإيجابي للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين على تدعيم مسارات التعاون المثمر في مختلف المجالات كما كان في استقبال أصحاب السمو الملكي خلال الزيارة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ترجمة نانسي قنقر